الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين أحبة الكرام ما حلقة جديدة سأحاول في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله أن أتناول موضوعا خطيرا وموضوع سوء الظن سوء الظن حباب دينا كي تقال إنسان الحمد لله يعني كي يدير الخير كي يقوم بالطاعات ولكن وللأسف في سوء الظن والله تعالى تحدث عنه في كتابه الحكيم فقال سبحانه بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وقال أيضا في سورة الحجرات بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إتم ولجسسوا إلى آخر الآيات وقال عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والظن أنت يقولوا إياكم والظن أي سوء الظن فإن الظن أكذب الحديث فإن الظن أي أن سوء الظن وأكذب الحديث يعني أكثر أنواع الكذب وسوء الظن فدائما من عادة المسلم والأخلاق المسلم أنه يحسن الظن بالمؤمنين والمسلمين نحن نحكم على الظاهر والصراع يتولى الله عز وجل ولسوء الظن أحبة الكرام أقسام أولها سوء الظن بالله تعالى سوء الظن بالله تعالى كيف ذلك؟ وأن يظن المؤمن بأن الله تعالى لنغفر له ذنوبه أو لن يستجيب له دعاءه هذا من سوء الظن القبيح الذي لا ينبغي أن يتحل به أحد من أحبة الكرام وهناك النوع الثاني وهو سوء الظن بالمسلمين وهو من أكبر الكبائر والعياذ بالله حتى أنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كبير من الصحابة قال لهم أتذرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا در هم له ولا دينار فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد أكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته وش يوقع؟ لأن العملة يوم القيامة دوفيش نوى والحسنات كتشد السيئة ديالهم تطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله ولسوء الظن أحبة الكرام آثار سيئة أول هذه الآثار من مداخل الشيطان سوء الظن من مداخل الشيطان تمكن منك وخاصة بين الزوجين كي جاعد الراجل يقول يرى مرت كذا وكذا كي جاعد مرت يقول راجل كذا وكذا يعني كي احتأل أنه يشعر الشحلاء بين الزوجين ويفرق بينهما كذلك من آثاره السيئة أي سوء الظن لا نفع من عباداته ما دام من سوء الظن أي صاحب سوء الظن يعني وخي عبد الله تعالى قلنا تحدد المفرس العبادة دي المغدن في عفواله لأنه حسن الظن من الإيمان كذلك من الآثار السلبية لسوء الظن أحبة الكرام أنه يعني يمرض القلب يخلي القلب مريض وهو علامة على خبط الباطن أن الإنسان يكون في سوء الظن تكون الباطن ديانه مش سوي مش سالم أن المؤمن تكون قلبه بيد دي منك حسن الظن بالناس قال الإمام الغزاري صاحبه كتاب حي علم الدين طبيب القلوب مهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالب للعيوب يعني يتحر العيوب في المكة ومع الأسف تحضر القول سيدنا محمد يقول من ستر مسلما ستره الله من أخلاق دي الإسلام رأيها هذه أننا نسترضع دياتنا الله تعالى يسر العباد فمن نكون نحن وحتى نفضح العباد للحباب دياننا نوصل المعلومة ولكن لا نفضحه الشخص الشخص نتعلمه للحباب دياننا فقال الإمام الغزاري إذا لقيته واحد سيد كي سيء الضلب بالناس بزاف وكيقلب عن العيوب فعلم أنه خبيث الباطن عرف أن الباطن دياله الأخلاق دياله لفون دياله الداخل دياله عرف أنه المشرقي سبحان الله العادي لماذا؟ لأنك ما قال الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبوت أي يخرج إلا نكيدا إذا تكون قلب دياله طيب ينعكس ذلك عن سلوكه ومعاملاته وعلى أقواله نعطي بعض النماذج لأقوال السلف أحبة الكرام في ختام هذا الحلقة لموضوع سوء الضل وماذا قالوا بعد السلف الصالح في موضوع سوء الضل قال ابن عباس ابن عباس هذا يعني من الصحابة الكبار اللي كان سيدنا محمد دعمها وقال الله موفقه في الدين وعلمه التأويل إن الله حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه وأي ظن به ظن السوء فهموا الإخوان دياله مش فقط زروح لك المريض ومش فقط الجنازة دياله مش تحكي تعوله بالقفة هاتشي خاصة نديره بعد ديالة نتضامنه متكافل وإحنا فيو حد ذل واحد الجائحة ليهي أطرت سلبا على المجتمع العالمي لكن الحباب ديالنا هاتشي خطنا نعرفه بأنه ظن سوء له يعني واحد العواقب وخيموي من القيامة والعياذ بالله الإنسان كان عرفه بأن ما بينكو بالعباد لا دخل الله تعالى فيه وقال الإمام الخطابي الظن أي سوء الظن هو من شاء أكثر الكذب يعني أعلى مراتب كذب وسوء الظن أسأل العلي القدير أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديد سيد الأولين والآخرين وأسأل العلي القدير أن يتقبل منا الصيام والقرآن وأن يجعلنا درجاتنا إن شاء الله في أعلى العليين اللهم اجعل أول هذا الشهر رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عيدكم من النار ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صلي وسلم وزد وأنعم وتقبل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزيزة عما يصفون وسلام على المنصنين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة